موسيقى السلام من الله عليكم مشاهدين الكرام و أهلا و مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها معاناة المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي في ظل جائحة كورونا و الحلول الممكنة موسيقى موسيقى في ظل الانتشار الرهيب للأوبئة و أمراض الحميات كالملاريا و حم الضرق و الكوليرا و نحوها تتعظم المخاوف على آلاف السجنة الذين تكتط بهم عشرات السجون في عموم محافظات الجمهورية أكثر من خمسة آلاف سجين يتوزعون على ما يزيد عن مائتي سجن و معتقل في نطاق سيطرة الحوثيين تتزايد المخاوف على حياتهم بسبب مخاطر انتشار كورونا غيرهم المئات من السجنة في سجون ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومي من الإمارات و أيضا في سجون السلطة الشرعية في المناطق المحررة بما فيها سجون الساحل التهامي في مناطق سيطرة ما تسمى القوات المشتركة تصادف حلقتنا هذا الأسبوع مناسبة يوم الصحافة اليمنية وهو ما يذكر بقضية الصحفيين المختطفين منذ خمسة أعوام تماما وبالتالي نتساءل عن كيفية إنقاذ جميع المختطفين في سجون الميليشيات من خطورة كورونا ذلك ما سنناقشه مع ضيوفنا في حلقة اليوم ولكن قبل البدء بالنقاش نشاهد هذا التصريح لأحدى أمهات المختطفين توضح فيه الحالة التي يعيشها المختطفين في مناطق سيطرة الحوثيين وفي التحديد بالعاصمة صنعة أمهات خايفات على أولادنا حيث أنهم لم تعد السنة أو السنتين بل أكثر من ذلك نناشد المبعوثة الأممي بالإفراق عن أبنائنا والمختطفين جميعا ونحمل المسؤولية الحوثيين التي يتم احتجازهم هذه السنوات التي مرت علينا حرمان أفلا ذكبادنا نحملهم المسؤولية ونحن الآن نعيش في واضح تفشي أمراض نرقو من صحاب القرار ومن البلعوثة الأممي ومن كل من هو مسؤول الإفراق عن أبنائنا وناشد كأمني وعن جميع الأمهات المختطفين وعن كل طفل حرم من أبوه أنا أحد أسر المختطفين نناشد الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومن يهمه الأمر الإفراق عن المختطفين في السقون خاصة في هذه الأيام مع انتشار فيروس كورونا ونحن لا نعلم كيف حالهم وقد أبلغونا أن الحوثيين منعوا الوصول عنهم الطعام والعلاجات وعدم النظافة في السقون هذا إذا كان نحن نعيش في خوف وهلع فكيف حالهم هم فإلى من يهمه الأمر نرغو منكم الاهتمام والمتابعة والإسراء بالإفراق عنهم خوفا عليهم أنا أشهد الأمم المتحدة وناشد المبعث الدولي نفرق على عيالنا من دخل السقون وبهذا المرض كورونا الذي منتشر ونسمع عن المساقين يموت داخل السقون نحن قلقين على قهالنا ابننا لأربع سنين مختطف والخامس دخل مننا ثلاثة شهور ومختطف يتقوا الله برواحهم فكوا عن المساقين ويتقوا الله بأب الأب وأنا أشهد وأقول لش ابن أخي يخرجوا لي ابن أخي من السقون ما المنتظرين يخرجوا له جنازة ولا كيف يخرجوا ابن أخي يخرجوا مساقين الباقين وقهال النساء الذين اختطفوا أنهم يتقوا الله برواحهم يكفي السقون يكفي تعب هم اختطف اختطاع لا قتل ولا نهب أنا نشهدهم نشهد الأمم التحدة والمبعث الدولي أنه يتوسطوا هذه الحكاية وخرجوا عيالنا وخرجوا لنا برنا إذن مشاهدين هي معاناة كبيرة يعيشها المختطفين وأهاليهم في ظل جائحة كورونا وتعنت الميليشيات بإطلاق سراحهم حتى الآن إذن نرحب بأحد ضيوفنا سينضم لنا من نيويورك الناشطة الحقوقية لطيفة جامل سيدة لطيفة مساء الخير أهلا مساء الخير أهلا بك سيدة لطيفة سيدة لطيفة يعني انتشار لجائحة كورونا في اليمن ووضع استثنائي ومخيف وبالتالي لا نجد بالمقابل أي مسؤولية لدى الميليشيات في التعامل مع قضية المختطفين كيف تجد أو تنظري إلى تعامل الميليشيات مع هذه القضية دهني في البداية أضعك في مدخل للحديث وهو أن الأمم المتحدة قالت مساء الاثنين أن نسبة الوفيات الناتجة عن بيروس كورونا في اليمن تقترب من 25% أوضح مكتب الأمم المتحدة التنسيق الشرون الإنسانية في اليمن في بيان أن السلطات في اليمن أنت ما نسبته في السبت 486 إصابة بكورونا بينها 112 وفاة منذ ظهور أول حالة في البلاد في إبريل هل هذا هو حقيقة الوقف في السيون في اليمن أو في اليمن عامة بالتأكيد لا لأنه لا هناك أجهزة صحف تتتبع الحالات المشتبهة بها أو الأشخاص المخالطين لهذه الحالات وبالتالي الناس يموتون في منازلهم ويتعالجون بعلاج ذات في منازلهم خشية مما هو موجود في اليمن هذا المدخل يضعنا أمام كارثة تواجه البلد بشكل غير مسبوق بالتأكيد أن حالة السجنة في داخل اليمن هي أكثر أكثر مأساوية بظل السجون لا تخضع لمعايير صحية ولا رقابة دولية ولا محاسبة كيف لننتخيل الوضع الذي هو موجود في اليمن طبعا بالنسبة لمليشيا ما بنتوقع من مليشيا بعقيدة قتالية بعقيدة لا إنسانية لا تعير القوانين الدولية والقوانين الإنسانية يهتمام فبالتأكيدة نتوقع من المليشيا أن تقوم بأي إجراءات إنسانية لإطلاق السجنة أو لتحسين ظروف السجنة من على الأقل إمكان إطلاق السجنة الذين هم بقضايا جنائية أو أقربت مدة من انتهاء السجنهم لكن هذا لا توقع من المليشيا هناك تعنت واضح في الظرف الطبيعي لكن تتوقعين أيضا أنهم لن يتجاوبوا ولن يتعاملوا بمسؤولية في ظل الظرف الاستثناء الذي تعيشه البلد ويعيشه العالم بأسرع بل أني أتوقع أكثر من ذلك أني أتوقع أو أستنتج أن هذه المليشيا قد تعرض السجنة إلى التصفية عنده إصرار مسبق قد تضعهم في بيئة غير صحية من الكتاب السجنة بغرض التصفية وقد سبقت المليشيا ولها توابق بذلك لا ننسى أن هذه المليشيا قامت استخدام الصحفيين سابقا كدروع بشرية للطائرات فما الذي يمنع هذه المليشيا من استخدام هؤلاء السجنة بتصفية كاملة وضعهم في أماكن في متقضة بالسجنة عرض للأوبيئة وتحديدا وبع كورونا نعم إذن تكرمي بالبقاء معي سيدة لطيفة وأرحب بضيفي الآخر سيدة ضبلين عبر البث المباشر من محافظة مأرب السيدة أسماء الراعي رئيسة أو عفوا من تعز رئيسة رابطة أو فرع رابطة أمهات المختطفين في محافظة تعز سيدة أسماء الراعي سيدة أسماء مساء الخير مساء الخير أهلا بك سيدة أسماء نتساءل عن وضع السجنة بشكل عام في ضل حالة الانتشار الرهيب لكورونا وبقية الحميات نقول في البداية أن أبناء المختطفين ينتظرون الموت ببطء أو يموتون ببطء نتيجة لتعامل جماعة الحوثي المستهترة بإحالتهم الصحية والمستهترة بالأوضاع الصحية المتواجدة في السجون نحن ننبه دائما وننوه دائما ونقول أن السجون التي يحتجز فيها أبناء المختطفين غير صحية لا يتعرض فيها السجين إلى الهواء وإلى الشمس كذلك لا يقوم المسؤولين عن هذه السجون بالمراعاة أمراضهم إذا أصيب الواحد منهم بمرض فما بالك بانتشار أمراض كم مثل هذه الأمراض كورونا أو الحميات المنتشرة الآن في عندنا في اليمن نقولنا الوضع الصحي وضع كارثي من قبل فالآن يزداد تفاقم هذا الموضوع نقول كذلك أن الأمهات في الخارج هم كذلك يعيشون الموت البطيء كلما سمعوا عن انتشار حالات في السجون نحن نأكد الآن أنه في السجن المركزي في صنعاء سبع حالات أكدت إصابتها بكورونا وتم عزلهم كذلك 12 حالة أخرى مشتبهة فيها عزلت في السجن المركزي في عنبر واحد يقطنه 42 شخص كيف يكون التباعد الاجتماعي في هذا السجن أو في هذا المكان الغير مهي إذا كنا في الخارج السجون ونحن لا نأمن على أرواحنا من الانتشار أو من العدوى فما بالك باكتظار هذه السجون بهذه الأعداد الكبيرة نعم سيدة أسماء أنتم تحدثتم كثيرا في السابق بأنه ظروف السجن والوضع ليس بشكل جيد ولا توجد عناية بالسجناء ولا رعاية لهم وبالجانب الصحي والمعيشي وجوانب كثيرة هذا في الوضع الطبيعي اليوم مع جائحة كورونا وإذا ما تسألنا من واقع زياراتكم والمعلومات التي تتلقونها من السجون هل تحسن الوضع؟ هل هناك اهتمام من قبل إدارة هذه السجون والميليشيات أم أن الوضع ذاهب للأسوأ؟ للأسف الشديد بعد أول بلاغ أصدرته رابطة أمهات المختطفين إذا ما يحدث في سجن بير أحمد تفاجأنا كنا نتأمل أن يكون هناك تفاهم للوضع في بير أحمد لكن تفاجأنا انقطاع الكهرباء عنهم تقليص الوجبات الغذائية حرمانهم من الإضاءة نهائيا كل هذه الأمور توضح أن كل المسؤولين السجون بشكل عام يعاملون هؤلاء المختطفين أو المعتقلين باستهتار يتعامل مع المختطفين أو المعتقلين بنوع من الشدة التي قد تقتل هؤلاء الناس من استهتار من يكون مسؤول عن هذه السجون الاستهتار هذا أو عدم الوعي لا نقول أنه شيء طبيعي ولكن هذا شيء متعنت للتأكيد حتى يصاب العدد الكبير من المختطفين نعم إذن سيدة اسماتة كرمي بالبقاء معنا أذهب لضيفتنا الأخرى من نيويورك سيدة لطيفة جامل يعني سيدة لطيفة كيف تنظرين لدور المجتمع الدولي في التعامل مع قاضية السجناء والمختطفين اليمنيين بالطبع تفاعل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مع وضع كورونا وخصوصا تحديدا إطلاق السجناء كأمر كبديهي أطلق المبعوث الأممي دعوة لإطلاق السجناء المراقبين الدولي الخبراء والمراقبين الدولي أطلق دعوة لإطلاق السجناء لكن الإشكالية لست في دعوة المجتمع الدولي لإطلاق السجناء الإشكالية في أن هذا المليشيا الحوثي لا تتعامل مع العرافة الدولية ولا مع الاتفاقيات كان هناك اتفاق الذي تبادل الأسرة والسجناء لكن نعرف أن هذه الاتفاق أظلت حبر على ورق الإشكالية مع الحوثي أنها لا تتمتع بأي حظ إنساني ولا حظ قانوني وأي أنواع المناشدات التي يمكن أن تقلب الحوثيين إلى المناشدات الدولية وتنفيذ هذه الدعوات هنا هنا الإشكال لكن كما تحدثت بأن هناك تفاعل من المجتمع الدولي هل يكتفي أو يقتصر دور المجتمع الدولي فقط عند التفاعل وإصدار البيانات ولا توجد أي وسيلة أخرى لتغيير مسار هذه القضية وتقديم حل لها بالتأكيد لو أن هذه الدعوات الأممية ألحقت أو تبعت بإجراءات عقابية صارمة لا كان هذا الضغط أكثر فعالي مع الجماعة الحوثي إلا أن المناشدات تظل المناشدات المكتب المبنى الدولي يدعو الخبراء المراقبين الدوليين يدعو المجتمع الدولي كله تفاعل مع هذه الأزمة المفوضية الأممية الحقوق الإنسان تدعو أيضا جماعة الحوثي والأطراف اليمنية المتنازع إلى أيضا إطلاق السجنة في كافة الجمهورية اليمنية لكنها تظل مناشدات ولذلك نقول إن لم تلحقها إجراءات عقابية صارمة ضد الحوثي تحديدا فإن فإن الجماعة مليش الحوثي لن تستجيب خارج هذا إطار نعم إذن ابقي معنا سيدة لطيفة وأعود مرة أخرى لضيفتنا من تاعز سيدة أسماء الراعي سيدة أسماء هناك كما يبدو تضامن كبير من أكثر من 20 منظمة وأيضا الكثير من النشطة وتم إصدار بيان فيما يتعلق بالمختطفين هل يمكن لهذا الأمر أن يشكل ضغط ويغير شيء في واقع هذه القضية نتمنى ذلك نحن نتمنى أن يكون الضغط قوي بشكل صحيح المناشدات الأمهات المناشدات المختطفين أنفسهم عندما تذهب أسرهم لزيارتهم هذا شيء جميل أن ترى هذه المناشدات النور وأن ترى كذلك على وجه الحقيقة التطبيق فيكون نتيجة هذه المناشدات الإطلاق الفوري عن أبناء المختطفين في ظل تعنت جماعة الحوثي منع الزيارات في الفترة التي نحن فيها الآن منع الوجبات الغذائية وتقليصها منع الدخول حتى المهدئات والمسكنات نحن نتمنى أن تكون هذه المناشدات وهذه التضامنات معهم بالفعل حتى ترى النور بإذن الله نعم لكن إذا ما أتينا لواقع السجناء يعني ما هو أكبر خطر يتهددهم اليوم في السجون يعني في ظل الظروف والبيئة المحيطة بهم دائما نكرر ونقول أن هذه السجون ليست سجون صحية تفتقد لكل معاني توفر القوة الصحي فيها كذلك الإهمال الصحي متواجد عدم وجود الماء الكافي للنظافة الشخصية كذلك التهوية غير ممكنة الضوء غير ممكن كل هذه الأمور تعرض المختطف أو المعتقل للإصابة أو للخطر الشديد الذي يدهم حياتهم نحن قليقون بهذا الأمهات كذلك الأسر وذويهم يناشدوا حتى يتم إخراج أبنائهم باستطاعتهم أن يقيموا لهم الحجر الصحي في المنازل وأن يعتنوا بهم أما في ظل السجون جماعة الحوثي فأنا أؤكد لكم أن السجون غير آهلة للحجر الصحي أو للعناية الصحية بهم نعم إذن ابقي معنا أذهب مرة أخرى لضيفتنا من نيويورك السيدة لطيفة سيدة لطيفة يعني ما هي أو ما القوة التي يمكن أن يعني إذا ما تدخلت وضغطت في هذا الجانب يمكن أن يثمر هذا الضغط إلى نتائج ملموسة لأجل حياة المختطفين وإطلاق سراحهم طبعا في ظل غياب دور أممي حقيقي ضغط لن نتوقع أن يكون هناك إنجاز في هذا الملف لكن هناك دور أساسي تقوم به الحكومة اليمنية الطرف الأساسي المعني في هذه القضية ما هي الإجراءة من تقامتها الحكومة اليمنية في الضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ قرارات ضغط على الحوتيين هذا دور مناطبه الحكومة اليمنية لأنها هؤلاء مواطنها هذه مسؤولتها الأولى البرلمان اليمني يجب أن يقوم البرلمان اليمني بدوره نعرف أن العالم كله تحرك في دول كالدول المتقدمة التي لديها نظام صحي ممتاز في الدول التي لها مجال الحريات تحركت هذه الدول لمواجهة كورونا والإطلاق السجناء وفي المقابل في دول كدول العالم الثالث وكدول بأجرق الأوسط وكتحديدا كدولة اليمن التي لديها نظام صحي منهار من قبل نظام السابق وليس الآن فما ذلك منذ 2014 وحتى الآن ونحن نعرف أن هذه السجن انشيات السبعينيات وهي خالية من أي تأهيل أو لاستقبال الحالات في هذا الوضع الطبيعي لذلك الطرف الحكومي مناطبه أن يقوم بضغط متواصل دبلماسية تتحرك على مستوى العالم لمناسبة العالم في الضغط على الجماعة الحوسية البرلمان ملزم الآن أن يقوم باستطرار قانون تجريم لهذه الجماعة كجماعة إرهابية بحيث نتعامل من هذا المنطلق لكن سيدة لطيفة البعض يتساءل أنتم كنشطة قريبون من مقرات هذه المنظمات والأمم المتحدة من الذي فعلته في سبيل هذه القضية يعني الكثير من الناس يتركون الكثير من العتب على النشطة بأنهم لم يوصلوا قضية المختطفين بالشكل الأمثل ولم يشكلوا ضغط على الأمم المتحدة في أماكن تواجدهم في أكثر من دولة خارج اليمن أتفقد نسبيا المجتمع المدني للمتواجد الخارج بشقه الفرزي أو كمنظمات لديه أدوات معينة يستطيع بها إيصال رسائل المعاناة التي يعانيها الآن اليمنين بشكل عام وبشكل خاص وباء كورونا تقريبا بعض النشطة استخدموا هذه الأدوات وقاموا بإرسال الرسائل إلى المنظمات الحقوقية لكن تظل هذه الأدوات مثل ما قلت هي أدوات ضعيفة في مقابل إنعدام موجود مجتمع الدولة الرسمية التي تناشد هذه المجتمعات قبل شهر تقريبا قام المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بإطلاق مبادرة إنسانية بإطلاق السجناء على مستوى الجمهورية اليمنية قام النشطاء والذي هم متحدثون اللغة المتواجدين في الخارج بإرسال هذه الرسائل ووصلت الرسائل فعليا إلى مكتب المبعوث الأممي وإلى المنظمات الحقوقية ما هي المخرجات التي تمت بناء هذه المبادرات نقول إلى شي لأنها لازلت السجون مقتضى بالسجناء ولازل الملف هذا مراوحا في مكانه إذن المجتمع المدني ما طبه دور لا شك لكن نقول أنه إن لم تتكاتف هذه الدبلماسية الرسمية والدبلماسية الموازنة في الضغط المجتمع الدولي لتحريك الملف اليمني سواء السياسي أو الشقوقي فإننا سنظل في مواجهة جماعة ملشوية لا يمكن يلبها إلى السلام ولا يمكن الضغط عليها لإطلاق السجناء والتعامل بالساني مع هذا الملف إلا أن يكون هناك إجراءات صارمة وعقوبات صارمة على هذه المجيشية إذن سيدة لطيفة تكرمي بالبقاء معنا ومشاهدين سنذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع ومن ثم سنعود لاستكمال الحلقة أموهات المختطفين يعيشنا قلق عظيم بالغ بسبب انتشار الوباء في السجون وخاصة مع ضعف الوضع الصحي في السجون بسبب الإهمال الطبي وعدم استماح بدخول لدوية وأيضا العدد الكبير الموجود في السجون فنطالب بأعمال الوقاية والتباعد الاجتماعي ونطالب أولا وآخرا بالإفراج عن جميع المختطفين في جميع السجون الحلول الممكنة لإنقاذ المختطفين من فيروس كورونا أول شيء إطلاق صراحة المختطفين كي لا تتكون بأولاد فيروس فتكون خطيرة للمجتمع بأكمله ثانيا السمح للمنظمات بالزيارة ثالثا أن تتولى وزارة الصحة عملها في الكانون وأن تقوم برعاية المختطفين والمرضى إذن المشاهدين نرحب الآن بضيفنا من مأرب عبر الأقمار الصناعية مدير المشاريع للمنظمة الوطنية للإعلامين اليمنيين صداء السيد أحمد العفيف سيد أحمد مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا أهلا بك سيد أحمد نتحدث اليوم عن وضع الصحفيين المختطفين في سجون الميليشيات والكثير من النشطاء المختطفين في سجون الميليشية اليوم تصادف حلقتنا يوم الصحافة اليمنية ما يجعلنا نتذكر وضع الزملاء الصحفيين المختطفين ما هي آخر الأخبار عن ظروفهم الصحية بالفعل يصادف اليوم يوم الصحافة اليمنية التاسع من يونيو كل عام وأوضاع الصحفيين المختطفين والإعلامي لدى ميليشيات الحوثية تزداد سوءا إلى جانب الأوضاع الصحية المتدهورة التي شهدتها حالاتهم في السنين السابقة ومنعهم من الخروج إلى المستشفى وسجنهم وسجنهم في ظروف غير صحية يأتي اليوم وباء كورونا لفاقم الحالة أكثر وأكثر هناك معلومات من داخل السقون بأن بعض العاملين في هذه السقون التي يقبع فيها الصحفيون أصيبوا بكورونا أيضا ظروف مكوثهم في السجن غير الصحية بتاتا يعني لا يتمتعون بالتغذية السليمة ولا بالمعاملة الحسنة ولا بتوفير المتطلبات الصحية فحالتهم تزداد سوءا نعم يوم أمس تحدث محام الصحفيين في مقال على صفحته وتحدث ناشطون وتحدثت إلينا كذلك مصادر من داخل السقون بأن الوباء هو الخطر الأكبر عليهم في هذه الأيام وأسر الصحفيين تزداد حالتهم النفسية تعقيدا أمهاتهم وآباؤهم وإخوانهم فبعد السنين من انتظار إطلاقهم أتى تخوف من تفشي وباء كورونا واحتمالية موتهم بأقرب وقت نحن في المنظمة تلقى يوميا الكثير من البلاغات والمعلومات من داخل السقن بعض الصحفيين كذلك لديهم أمراض مزمنة وأصحاب الأمراض المزمنة كما تعلمون أنهم أكثر عرضة للوفاء بكورونا لأن مناعتهم تقل نعم طالبنا نحن كمنظمة محلية وطالبت كثير من المنظمة المحلية والإقليمية والدولية وخرقنا ببيانات مشتركة سابقا اليوم كذلك أصدرنا بيان من مجموعة 30 منظمة معنية بقانب الإعلام سيد سيد أحمد أستسمحك هنا سأقاطعك ولكن فقط لضيق الوقت المتعلق بالبث المباشر من تعس سأعود لضيفتنا السيدة أسماء الراعي بسؤال وسأكمل معك حتى نهاية الحلقة ابقى تكرم بالبقاء معي سيدة أسماء أعود لك مرة أخرى ونتسأل من خلال تواصلكم مع الجهات المسؤولة ميليشيات الحوثي على وجه التحديد هل هناك أي بوادر أو تطمينات عن وضع السجنة في قادم الأيام خصوصا مع هذه الجائحة للأسف الشديد لا يوجد هذا الشيء وليسوا متعاونون معنا في هذا المجال يكفي أنهم منعوا الأسر من الزيارات حتى تطمئن الأسر على المختطفين الموجودين خلف السجون منعوا كذلك كما قلت لك قبل قليل دخول الأدوية قلصوا الوجبات الغذائية كل هذه الأمور تجعلنا نقلق كثيرا على السجناء في وضع استهتار وضع غير مسؤول من جماعة الحوثي لذلك نحن نقول نحن نحملهم المسؤولية الكاملة عن سلامة أبناء المختطفين في هذا الظرف سيدة أسما بالسؤال الأخير هل تجدون أنفسكم الوحيدون وأيضا بمفردكم في متابعة هذه القضية أم أن هناك جهات تراهنون عليها سواء دولية أو محلية متواجدة على الأرض ولها تأثير في إطار هذه القضية نقول نحن كنا نراهن لكن إلى الآن لم نرى ضوء لهذه المراهنات فنتمنى أن يكون هناك دور بالفعل حقيقي للأمم المتحدة أن يكون دور للمبعوث الأممي كونه الراعي الأساسي لقضية السجناء والمعتقلين والمختطفين نراهن على الحكومة الشرعية التي إلى الآن لم نرى منها وقفة جادة في ملف المختطفين والمعتقلين إلى الآن نحن ندخل في السنة الخامسة ولم نرى أي موقف قاد من هذه الجهات لكن نأمل في ظل الأوضاع الصحية الراهنة أن يكون هناك مواقف جادة نعم إذن سيدة أسماء الرائعي رئيسة فرع رابطة مهات المختطفين في تعز كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من هناك شكرا جزيلا لك وأعود لضيفتي من نيويورك سيدة لطيفة جامل ناشطة حقوقية سيدة لطيفة هنا أيضا تساؤل أخير يعني ما التحديات التي قد تعيق أي جهود لحماية المختطفين والسجناء عموما من خطر كورونا لا شك أن هناك تحديات مركبة أولها الوضع الصحي الذي موجود في السجن ذكرنا سابقا أن هذه السجن غير صحية وهي عبارة عن أماكن مساحة خطرة للسجناء هذا أحد التحدي الصحي هو أول تحدي يواجه السجناء إضافة إلى أن التعتيم الذي يقول به الحوثيين من نشر أعداد المصابين من التعامل هذا التعامل الحوثيين المستهكر والمستخف بهذا الوباء قد يعرض السجن ويعرض بالكامل إلى كارثة إنسانية فهذه تحديات كبيرة أكون هنا نتعامل معامل شيئا نتوقع أن التحديات في ارتفاع متزايد وضع الصحي متدهور في داخل السجون رفض لوصول المنظمات الصحية الدولية إلى مناطق الحوثية المسيطرة الحوثيين جعل هذا الملف ملف جباية وابتزاز فبالتالي بالنسبة لهم لا يفرق كم يفقدون وكم يفقد اليمنيين من أرواحهم فهذا الملف بالنسبة لهم ابتزاز وجباية من المواطنين وبالتالي فهذا تحدي سيجعل اليمن في تفاقم المأساة هذه وكثير وكثير لأنه لا حدود لمرض لتفشي فيروس كورونا هناك لا حدود لا حدود دولية فما بالك انتشر هذا الوباء إذا كان اليوم تقول المنظمة الممتحدة أن الوباء حصد بما هو 25% ستتوقع بحسب الطباء وبحسب أنه سيصل إلى أكثر من 50% وبالتالي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ولا يحتمل الجهاز الصحي والنظام الصحي اليمني مؤيهة هذه الكارثة نعم إذن لطيفة جامل ناشطة حقوقية يمنية كونتي معنا من نيويورك شكرا جزيلا لك ومشاهدين أحمد العفيف يعني سيد أحمد أنتم في منظمة المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى يعني لو تلخص لنا خلاصة الجهود التي تقومون بها في سبيل هذه القضية ما الذي أنجز في سبيل هذه القضية طبعا نبدل جهودا كبيرة ولدينا وحدة متعلقة بالحقوق والحريات الإعلامية نعم نسبة كبيرة من عملها تتلخص في مناصرة قضايا الصحفيين وخصوصا الصحفيين المختطفين في سقون جماعة الحوثي بصنعهم بذلنا جهود في مخاطبة هيئات الأمم المتحدة وفي إعداد وتنفيذ حملات مناصرة لتشكيل رأي عام بهذا القانب مساند لقضايا الصحفيين وتلقي معلومات ومتابعتها باستمرات تتعلق بأوضاعهم ومعاملتهم داخل السقون وإظهارها للرأي العام والمنظمات والمحافلة الدولية المعنية بهذا القانب كل القهود التي بذلت حتى الآن تصوب في جانب المناصرة وصناعة رأي عام ومخاطبة المحافلة الدولية المعنية أيضا في بياننا الذي أظرناه اليوم بالشراكة مع ثلاثين منظمة معنية بالحقوق والحريات أفصحنا عن أننا سنقوم بقهود مشتركة لأن كل منظمة في اليمن تعمل بقهود فردية في الغالب تعمل بقهود فردية في مناصرة قضايا الإعلاميين ومتابعة مشكلاتهم لكننا سنبدأ من اليوم بتفعيل آلية لتقديم قهود مشتركة ضاغطة نحو الإفراق عن الصحفيين المختطفين الإشكالية المتعلقة طبعا ثمرت هذه الجهود إلى الآن نستطيع أن نقول أنها استطاعت أن تكون رأي عام واستطاعت كذلك أن تحرك المحافلة الدولية المعنية حتى كادت جماعة الحوثي أن تطلق الصحفيين المختطفين وخصوصا التسعة إلى أن صرح المبعوث الأممي للأمم المتحدة بأنه سيقوم بالإفراق عنهم في ظل صفقة تبادل فبعد أن استعدت ميليشيا الحوثي لإطلاقهم دون قيد أو شرط كأن تصريح المبعوث الأممي مثل لهم إرشادا للاستمرار في سجنهم فاستمروا في عملية السجن وهذا ما أكده محامل الصحفيين في مقاله الذي نشره أمس نحن نرفض طبعا صدمنا بهذا التصريح من المبعوث الأممي ونرفض هذا القرار جملة وتفصيلا لأنه أولا يناقض قوانين الشرعية الدولية والعهود والمواثيق بهذا الشأن فمعرف أن الصحفيين والإعلاميين مشمولين بالحماية خلال أثناء النزاع وأن اختطافهم أو تعذيبهم أو سجنهم يمثل انتهاكا صارخا مهددا للقوانين الدولية السارية على النزاعات المسلحة المحلية فالمبعوث الأممي من خلال تصريحه هذا خالف القواعد الشرعية الدستورية والآليات التنفيذية والعهود المتفق عليها والمعروفة للجميع لكن نأمل أن يراجع موقفه وأن يشكل إلى قانب المجتمع الدولي فعلا ضاغطا على الجماعة لإخراجهم بشكل فوري دون شرط أو قيد لأن المرحلة لا تحتمل كثيرا من المهاترات السياسية والابتزازات وتحقيق مكاسب من وراء هذه المواقف التي تتبنى ها الجماعة لكن السيد أحمد بالنسبة للمناطمات بالنسبة للمنظمات المحلية مهددة للحياة نعم النشطة وأيضا المنظمات المحلية هل تعتقد بأنها قامت بواجبها على أكمل وجه في مناصرة قضية السجنة وإيصال صوتهم للعالم وبالتالي نجد أن هناك لا مبالاة من المجتمع الدولي بهذه القضية رغم كل الجهود أم أنه ما زال هناك قصور في إيصال صوت المختطفين والمعتقلين في السجون طبعا استطاعت أن تحدث إنجازا ولو نسبيا في المناسبة السابقة في شهر الفائد في يوم حرية الصحافة اليوم الدولي لحرية الصحافة تقاوبت منظمات ونقابات وهيئات غربية أوروبية وأمريكية مع مطالب وحملات المناصر التي نظمتها المنظمات المحلية فقام الاتحاد الدولي لحماية الصحفيين ونقابات فرنسية وهيئات معنية بالصحافة في الدول الأوروبية والأمريكية بمخاطبة الأمين للعمل الأمم المتحدة بسرعة الإفراج عن الصحفيين يعني قامت بدور نسبي لكنه يظل دورا محدودا ما لم يتم تنسيق القهود وتنظيمها يعني بصيغة تشكيل لقنة مشتركة مثلا من المنظمات المعنية المحلية نعم فإذا قدمت القهود من خلال لقنة مشتركة وعمل منظم باعتقادي أنه سحقق ثمارا أكبر وسيمثل فعلا ضاغطا يمكن للمجتمع الدولي أن يستجيب له استقابة كاملة بفعل وإقراءات تنفيذية لا بتكرار البيانات نعم لكن سيد أحمد يعني ما هي الوسائل التي من خلالها بالإمكان يعني تشكيل رأي عام ضاغط لإخراج المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيات خصوصا مع الجائحة الحاصلة جائحة كورونا ما هي الوسائل الوسائل هو إقناع الأمم المتحدة أو توقيخ خطاب موحد للأمم المتحدة يوقع عليه جميع الأطراف المحلية سواء مؤسسات أو ناشطين والطلب منها بأن تحرك المجتمع الدولي وخصوصا الدول العشر التي لها أثر على قرار اليمن نعم بفرض عقوبات إضافية على جماعة الحوثي مقابل أن تتخلى عن اختطاف الصحفيين وقام حريات الرأي والإفراق عنهم فورا دون شرط أو قيد ومن المؤكد أن الأمم المتحدة إذا اتخذت هذا الإجراء الفعلي سيتحقق على أرض الواقع وسيطلق الصحفيين المختطفين فورا لكن أن تظل الأمم المتحدة تطلق البيانات والمناشدات فقط دون فعل ضاغط لن يتحقق من الأمر شيء فالوسائل هو التحرك بجهود جماعية مشتركة ومخاطبة الأمم المتحدة بشكل جماعي والطلب منها طلبا صريحا بممارسة الضغوطات والإجراءات العقابية نعم إذن مدير المشاريع في المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صد كنت معنا سيد أحمد العفيف من محافظة مارب عبر القمار الصناعية شكرا جزيلا لك ومشاهدنا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة من برنامج بين قوسين وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديعطة وهي أيضا من جميع فرط طاقة حتى الملتقى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر